كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثية بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمة الأشخاص دوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف تأهيل وعلى همش التوقيع قال رئيس الوزراء إن بروتوكول التعاون يأتي تماشيا مع توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية السنوية قادرون باختلاف 2022 بدعم ذوي الهمم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية وعضف مدبولي أن بروتوكول التعاون يستهدف تفعيل واستدامة المنصة الإلكترونية من خلال إتاحة ونشر خدمات المقدمة عبرها والتسويق لها بين جميع الجهات والأطراف المعنية وكذلك الوصول إلى أكبر عدد من الفئات المستهدفة من الأشخاص دوي الإعاقة والشركات وأصحاب الأعمال